لا يخلو بيت في مصر من طفل ماسك الموبايل وعارفين الأسباب واتكلمنا فيها قبل كده لكن احنا دلوقتي عايزين نأكد على المشاكل ويعني نحذر الناس أكتر من ايه اللي ممكن يحصل للطفل من ماسك الموبايل فترة طويلة ومن بعض الألعاب كمان والتكنولوجيا الموجودة عليها أكيد يعني هي مشكلة خطيرة جدا بتواجهنا الأيام ديت وبدأنا كده كترة أطفال نشوفها في عيادتنا نشوف الطفل هو داخل علينا سواء عنده توحد أو تشتت انتباه أو انعزلية أو مش عارف يتعامل مع المجتمع وللأسف الأم داخلها والطفل ماسك الموبايل في إيده يعني هي داخلها جاية عالجه من نفس الموبايل وماسك الموبايل يعني حتى مش عارفة أكشف عليه تقولي الثاني ما شغله اللعبة عشان تعرفي تكشفي عليه فهي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة بقى لآخر التوصيات للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال قالت أن أول سنتين ممنوع الموبايل ممنوع التلفزيون ممنوع كل الأجهزة الإلكترونية وأول سنتين ليه؟ يعني علشان خاطر الجهاز العصبي بيكون بينمو في أول سنتين هو غير مكتمل فأول سنتين ده ممنوع خالص خالص يعني هون فيش أول سنتين من نفسه؟ طيب من سنتين لخمس سنين قالت من نص ساعة لساعة من نص ساعة لساعة في اليوم المدة المثالية المدة المثالية من نص ساعة لساعة من خمس سنين لتمنتاشر سنة اللي هو تمنتاشر سنة ده سن الأطفال عندنا أخره تمنتاشر سنة قالت ساعتين لسه لحد دلوقتي تمنتاشر سنة سنة الأطفال مع تطول التكنولوجي؟ لا هو سنة هو تمنتاشر ده رقم سابت لأنه يعني جسم الطفل أو جسم الإنسان فعلا بيكتمل نموه عنده تمنتاشر سنة فطبعا يعني أول سنتين ده ممنوع لأنه الجهاز العصبي لسا ما تكونش المواصلات العصبية جوه مخ الطفل بالزاد في الفصل الجبهي بتكون لسا بتتكون فأنا ماينفعش أجي بقى أطبلع أشعة على دماغ الطفل توقف لي المواصلات العصبية دي مباشرة ده بيحصل مباشرة بالزبط هيحصل إيه بقى للطفل ده هنلاقي الطفل ده عنده توحد أو تشتت انتباه أو أن الطفل ده مش عارف يتعامل مع المجتمع فقد التواصل مع المجتمع نبص نلاقي فيه إنعزالية الطفل ده مش قادر يتعامل مع قريبه حتى وأصدقائه الكميونيكيشن نفسه عنده معدش موجود مش عارف يتعامل غير كده طبعا النظر بنلاقي أطفال كتير ضعف النظر والنظارات وجفاف العين ومشاكل كتير جدا في النظر ويمكن ده كترة الرمض يقدروا يتكلموا أكتر في الموضوع دي والمشاكل اللي بيشوفوها بنلاقي بردك مشاكل العمود الفقري والأتب اللي بيحصل للطفل لأنه قاعد طول النهار في وضع غلط كل حاجة بتتقصر بالزبط عندنا بقى مشكلة كبيرة جدا الطفل لما بتعرض الأشعة الزرقاء دي الأشعة دي بتأثر على هرمون الميلاتونين هرمون الميلاتونين ده في جسم الطفل مهم جدا للنوم والنوم مهم دي للنمو للنمو لأن الجروس هرمون أو هرمون النمو بيطلع وقت النوم والطفل نايم فأنا جاية بوقف حاجة ربنا طبيعي بيخرج له الميلاتونين وبيخرج له الجروس هرمون وأنا بالأشعة دي بوقف الموضوع ده يعني احنا دلوقتي اتكلمنا أول حاجة عن المشاكلة اللي بتحصل مباشرة بدون أي تردد يعني ده هيحصل هيحصل لقدر الله